رسالة من ثلاثمائة وثلاثة عشر خبيراً ومقرراً للأمم المتحدة اتخاذ خطوات عملية لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فوركر تورك دعا ثلاثمائة وثلاثة عشر من خبراء ومقرر الأمم المتحدة الحاليين والسادقين إلى إدراج مذبحة عام 1988 في إيران في قرار اللجمة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إيران هذا العام من أجل مواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية في إيران في رسالتهم إلى فوركر تورك كتب خبراء ومقرر الأمم المتحدة الحاليون والسادقون نود أن نشيد بالبروفيسور جاويد رحمن على خدمته المتميزة لمدة ست سنوات لقضية حقوق الإنسان في إيران كمقرر خاص وعلى وجه الخصوص لشجاعته وتصميمه على البحث عن الحقيقة والرد على عمليات الإعدام الجماعية لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في عامي 1981 و1982 ومذبحة عام 1988 ونحن نتطلع إلى العمل مع خليفة البروفيسور رحمن الدكتورة ميستو بينما نواصل البحث عن الحقيقة والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان عدم تكراره وفي رسالتهم شدد ثلاثمائة وثلاثة عشر مقررا حاليا وسابقا للأمم المتحدة على أن هناك أدلة قوية على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللا إنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد نفذت بقصد الإبدة الجماعية تشير فتوى خميني في 1988 بوضوح إلى أنه أمر عمدا بالإعدام الجماعي لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والذي تم تنفيذه لاحقا ضد أعضاء الجماعات الأخرى كان منفذ فتوى خميني يدركون تماما أنهم يرتكبون جرائم دولية من فلال قتل السجناء السياسيين بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء البلاد وفي رسالتهم حثى خبراء الأمم المتحدة ومقرروها فولكر تورك في ضوء التقرير الرئيسي للمقرر الخاص نشجع أيضا رعاة القرار السنوي للجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن إيران من قبل كندا على إدراج قضية مذبحة عام 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في إيران بشكل هادف نص الرسالة رسالة نفتوحة إلى مفوض الأمم المتحدة السام لحقوق الإنسان فولكر تورك المفوض السام العزيز نحن الخبراء الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان والحقوقيين والحائزين على جائزة نوبل والسياسيين الذين يخدمون الديمقراطية وحقوق الإنسان نكتب هذه الرسالة في أعقاب نشر التقرير الرئيسي للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران فيما يتعلق بالفضائع التي ارتكبتها إيران على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية ونود أن نشيد بالبروفيسور جاويد رحمان على السنوات الست المتميزة التي قضاها في خدمة قضية حقوق الإنسان في إيران كمقررا خاص ولا سيما لشجاعته وتصميمه على البحث عن الحقيقة والمساءلة عن عمليات الإعدام الجماعية لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في عامي 1981 و1982 ومذبحة عامي 1988 ونحن نتطلع إلى العمل مع خليفة البروفيسور رحمان الدكتورة ميستو بينما نواصل البحث عن الحقيقة والمساءلة ووضع حد إفلات النظام الإيراني من العقاب وضمان عدم تكرار هذه الجرائم وتحدى المقرر الخاص جاويد رحمان ثقافة الإفلات من العقاب في إيران من فلال التأكيد على أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القصري لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 هي جرائم مستمرة ضد الإنسانية ويذكر تقريره أيضاً أن هناك أدلة قوية على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللا إنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد نفذت بهدف ارتكاب الإبادة الجماعية وتشير فتوى خميني في 1988 بوضوح إلى أنه أمر عمداً بالإعدام الجماعي لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والذي تم تنفيذه لاحقاً ضد أعضاء الجماعات الأخرى كان منفذ فتوى خميني يدركون تماماً أنهم يرتكبون جرائم دولية من فلال قتل السجناء السياسيين بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء البلاد إن عدد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم هائل من المرشد الأعلى والقضاة الشرعيين والمدعين العمين وممثل وزارة الاستخبارات وأعضاء لجنة الموت ومن تعاون معهم وحراس السجون وأعضاء قوات الحرس وجميع أولئك الذين ساعدوا في ارتكاب هذه الجرائم بموجب القانون الدولي وسريتها المستمرة اللاحقة ويمهد تقارير المقرر الخاص الطريقة لتحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في إيران وتماشياً مع توصياته نحثكم على التوفيق بين جهودكم وندعو مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية مساءلة دولية لاتخاذ تدبر عملية تهدف إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الفضائع التي ارتكبتها إيران ولا سيما مذبحة عام 1988 وفي ضوء العنوان الرئيسي للمقرر الخاص نشجع أيضاً مقدم القرار السنوي لللجمة الثالثة للأمم المتحدة في الجمعية العامة بشأن إيران المقدم من كندا على إدراج مسألة مذبحة عام 1988 على وجه التحديد في قرار هذا العام لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في إيران بشكل هادف